موسيقى خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الرئيس السيسي يؤكد أن التكاتف وتوحيد المواقف العربية هما السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية موسيقى إسرائيل تؤكد إحباط محاولة تسلل من جانب حزب الله قرب الحدود اللبنانية والحزب ينفي حدوث أي اشتباكات موسيقى احتجاجات مناهضة للحكومة في العراق ورئيس الوزراء مصطفى القادمي يأمر بالتحقيق في مقتى المتظاهرين في بغداد موسيقى أخبار السابعة فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة نين للأخبار أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن التكاتف ووحدة الصف العربي يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي وخلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وجه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق عطاء الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودية طالبا سيادته نقل التحيات إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ومتمنيا دوام الصحة والعافية لجلالة الملك بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخرا كما أشاد السيد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية السعودية وما تتميز به من خصوصية مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير التعاون والتنصيق الثنائي الوثيق من جانبه نقل الأمير فيصل بن فرحان للسيد الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان اللقاء شهد كذلك التبحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية خاصة ليبيا واليمن وسوريا والعراق حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا وقد استعرض السيد الرئيس في هذا الخصوص ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويد التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وأن لا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الإفريقية وأكد وزير الخارجية السعودية تطبق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة مشددا على تلاحم الأمن القومي المشترك لكل البلدين وأن المصر ستبقى دائما الشريك المحوري للمملكة بالمنطقة كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية وقد وجه السيد الرئيس بدعم موارد صندوق عطاء الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه تمول من صندوق تحيا مصر وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم كما وجه السيد الرئيس مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة أطفال بلا مأوى وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديم أفضل برامج الرعاية والتأهيل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم وذكر المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت خلال هذا الاجتماع موقف حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة بقطاع التضامن الاجتماعي وذلك في إطار الميكانة العامة للدولة وكأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي كما عرضت السيدة نيفين القباج الإجراءات التنفيذية المتخذة لاستهداف ألف قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج حياة كريمة فضلا عن جهود تطوير برنامج تكافل وكرامة والرؤية المستقبلية في هذا الصدد لتوسيع قاعدة البرنامج لتشمل أكبر عدد من المستفيدين وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ولتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية كما استعرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الخطة القومية لمكافحة المخدرات 2020-2025 بالإضافة إلى تطورات تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره سعودي فايسل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة أكد توافق الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية وأضاف شكري أنه تم تأكيد على تنفيذ ثوجيهات الرئيس السيسي وخدم الحرمين الشريفين لتكثيف التعاون واستمرار العمل المشترك بين البلدين توافق مصري سعودي فيما يتعلق بمواجهة التدخلات الخارجية بالمنطقة جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة جمعت بين وزير الخارجية سامح شكري والأمير فايسل بن فرحان وزير الخارجية السعودية تشرف سمو الأمير صباحا اليوم وبنستقبله سيد الرئيس حيث تم خلال هذا اللقاء تأكيد التوجيهات لكل من خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس لتكثيف التعاون على المستوى الثنائي بين كافة أجهزة الدولتين وبما يحقق مصلحة الشعبين الشريفين واستمرار التنسيق الوثيق والعمل المشترك في إطار مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا في الساحة العربية وخاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والأمن والتصدي لكل المحاولات من دول إقليمية لتوسيع رقعة تواجدها ونفذها وتأثيرها السلبي على الساحة العربية أكدت لأخي سامح شكري على توجيهات أن توجيهات القيادة لي بالتنسيق الكامل مع مصر فيما يخدم مصلحة البلدين ومصلحة المنطقة ونحن واثقون أن بهذا التنسيق سوف نستطيع الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون في المجال الثنائي وأيضا دفع الحقيقة حل المشاكل العربية من خلال منظومة العمل العمربي المشترك وفي أول زيارة رسمية له لمصر بعد توليه منصبه وخلال مؤتمر صحفي أعلن وزير الخارجية السعودي عن دعم بلاده الكامل للموقف المصري تجاه الأزمة الليبية استنادا إلى إعلان القاهرة الذي تقدمت به مصر للتقريب بين الفرقاء الليبيين تحدثنا بالطبع عن الأمور الإقليمية عن الوضع في ليبيا وأكدت لمعالي الوزير دعم المملكة الكامل للموقف المصري ودعمها لإعلان القاهرة وموقف المملكة الثابت من أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن الوطني المصري أيضا نحن نسعى في كل القضايا سواء كانت سوريا أو ليبيا للحلول السياسية ولكن في نفس الوقت لمصر مصالح ولمصر استهدفت وتعرض شعبها للاستهداف من قبل المنظمات الإرهابية التي نفذت إلى الأراضي المصرية من الوضع المرتبك القائم في ليبيا وبالتالي فمصر سوف تدافع عن مصالحها وسوف تستمر في دعم المصار السياسي ولكن لم تقبل بأي شكل من الأشكال أي نوع من التعدي هذا وقد أكد شكري على موقف مصر الثابت تأتجاه الأزمة الليبية وهو موقف ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار وانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في المشاورات السياسية علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة تجمع بين البلدين هو ما أكد عليه وزيراء الخارجية المصري والسعودية خلال مؤتمر صحفي كما أكد الوزيران على التطابق في وجهة النظر والرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من مقر قصر التحرير أتابع لوزارة الخارجية أمل صبري النير أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل الموافق الثلاثين من يوليو 2020 وحتى الاثنين الموافق الثالث من أغسطس 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الأطحى المبارك وعرب رئيس الوزراء عن خالص تهنئته للشعب المصري في أول اجتماع بعد القمة الإفريقية المصغرة التي وقدت الأسبوع الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي عربت مصر والسودان في أول اجتماعات الجولة الثانية عن شواغلهم إذا الملء الأحادي للسد الذي أجرته إثيوبيا مما أثارت تساؤلات كثيرة حول جدوى المصار الحالي للمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل الأمر الذي تم التحذير منه وأشارت السودان إلى بعض العواقب الناجمة عن هذا التصرف الأحادي انتهى الاجتماع إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء مشاورات داخلية للتوصل إلى حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم يوم الاثنين المقبل أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لشين إبراهيم القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان الفحص انتهت من البت في صفات المرشحين وأن الهيئة عدت كشفين خصص أولهما لمرشح المقاعد الفردية وثانيهما لمرشح القوائم وبلغ عدد المرشحين 787 شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إجراءات الاستفاف والاستعداد القتالية لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين كافة الأفره الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة قام رئيس الأركان بالمرور على ناصر المصطفى للاتمئناني على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والمقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن الدور المصري والسعودي والعربي بشكل عام مهم للغاية لدعم الاستقرار في ليبيا ولدعم المؤسسات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي لتصدي للأخطار التي تحيط بليبيا والتدخلات الخارجية داعمة للإرهاب وأعرب عن أمله في أن يكون هناك موقف عربي موحد بإشان الأخطار المحدقة بليبيا التي تؤثر على المنطقة بالكامل وأشدد على أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح يواصل زياراته الخارجية لدعم وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي سادت حالة من الهدوء مناطق الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد قصف مدفعي مكثف نفذه الجيش الإسرائيلي بذريعة تسلل خلية عسكرية تابعة لحزب الله إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وهو ما نفى الحزب اللبناني قصف مدفعي مكثف على عدد من المناطق اللبنانية الحدودية لتعود أجواء التوتر والتصعيد على الحدود مع إسرائيل الجيش الإسرائيلي زعم أن قواته أحبطت محاولة خلية تابعة لحزب الله اللبناني التسلل إلى داخل إسرائيل أما الحزب اللبناني فقد نفى حدوث ذلك أو حتى خوضه أي اشتباك على الحدود الجنوبية واعتبر بحسب بيانه أن ما ذكرته إسرائيل يأتي في سياق محاولة اختراع انتصارات وهمية كاذبة كان قصف مدفعي إسرائيلي قد استهدف تلال بلدة كفرشوب اللبنانية بالقرب من موقع جبل الروس في مزارع شبع المحتلة حيث تصعدت أعمدة دخان فوق المنطقة وسمع دوي انفجارات كبيرة على جانبي الحدود تصعيد نياتي بعدما أعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى على حدودها الشمالية وإرسالها تعزيزات عسكرية للمنطقة كما أغلق الجيش الإسرائيلي طرقا عدة أمام حركات سير ويأتي أيضا بعد أيام على عملية اغتيال نفذات إسرائيل بحق أحد كوادر حزب الله العسكرية داخل الأراضي السورية وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حزب الله بأنه يلعب بالنار حزب الله ودولة لبنان يتحملان المسؤولية الكاملة لهذا الحادث ولأي هجوم يأتي من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل يجب أن يعلم حزب الله أنه يلعب بالنار أي هجوم علينا سيقابل بقوة عظيمة ووقع القصف الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعة التي تحتلها إسرائيل ويطالب لبنان بسيادة عليها بينما تعتبر الأمم المتحدة تلك المنطقة جزءا من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 أدنى مرصد الأظهر لمكافحة التطرف بأشد العبرات قيام جماعة يهودية متطرفة بإدرامي نيران في مسجد بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وكتبت عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين على جدران المسجد وأشار المرصد إلى تكرار الاعتداءات السفيرة من قبل المستوطنين المتطرفين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وطلب بضرورة وضع حد العنف ورهاب الإسرائيليين للشعب الفلسطيني ومقدساته في العراق تجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي إن تظاهرات الشباب حق المشروع وأمر القاظمي بالتحقيق في مقتل متظاهرين في بغداد في أول واقعة تشهد سقوط قتلى وعشرات المصابين منذ شهور بساحة التحرير لقي متظاهرون حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن بوسط العاصمة العراقية بغداد وتواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة حيث طالب المحتجون بإنهاء نظام السياسي الطائفي وإجراء انتخابات مبكرة وتقديم خدمات أفضل رئيس الوزراء مصطفى القاظمي أقر بمشروعية المظاهرات معلنا فتح تحقيق على أن يتم إطلاعه على نتائجه في غدون 72 ساعة تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع وليس لدى القوات الأمنية الأذب بإطلاق ولو الرصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث يوم أمس في ساحة التحرير وطلب تقديم الحقاق أمامي خلال 72 ساعة وجاءت أعمال العنف بعد أشهر من الهدوء في أعقاب جائحة فيروس كورونا كما أنها تحرق رئيس الوزراء الذي تعهد بتلبية مطالب المحتجين بإجراء انتخابات مبكرة والتحقيق في مقتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن في الأشهر القليلة الماضية وتصعد التوتر بين قوات الأمن والمتظاهرين عندما قطع عشرات المحتجين الطريق الواصل بين تقاطعين رئيسيين لساحتي التحرير والطيران بوسط بغداد ووفقا للشرطة العراقية ألقى المتظاهرون قنابل حرقة على قوات مكافحة الشغبة بينما تهم المحتجون قوات الأمن بإشعال النيران في مخيمات المعتصمين وتفجرت أكبر احتياجات مناهضة للحكومة منذ عقود في أكتوبر الماضي واستمرت عدة أشهر وطلب خلالها مئات الألاف من العراقيين بوظائف وخدمات وإبعاد النخبة الحاكمة التي يقولون إنها فاسدة أفد مصدر أمني عراقي بسقوط أرباط صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي جمالي بغداد وأضف المصدر كذلك أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية موسيقى 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 علنت وزارة الصحة والسكان عن خروج ألف وسبعة متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالية المتعافين إلى 34838 حالة حتى يوم أمس وأوضح دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثابت إيجابية تحليلها للفيروس ليستمر اتجاه التراجع في حالات الإصابة على مدى الأيام الماضية لافتا إلى وفاة 46 حالة جديدة أشهد مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنهم بالتجربة المصرية في مواجهة التهاب الكبد الوبائي فيروسي وأشار إلى أن مصر قامت باختبار نحو 12 مليون مواطن كما أفرت العلاج مجانا للمصابين وقال إدهنهم أن منظمة الصحة العالمية حضرت من تأثير تدعيات انتشار فيروس كورونا على الخدمات الصحية اللازمة لعلاج للتهاب الكبد الفيروسي وحتت المنظمة على استمرار الخدمات المقدمة لمرضة فيروسي ومنها التطايمات أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنهم كذلك أن لجنة الطوارئ بالمنظمة ستعيد خلال هذا الأسبوع تقييم وضع انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم من جانبها أكد المدير التنفيذي لبرنامج رعاية الطوارئ ميشيل رايان أن ما اتخذته بعض الدول من إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس أدت إلى نتائج إيجابية الناس يمرون بظروف شديدة لأن بلادهم تتخذ ضوابط متغيرة في السفر يمكنك أن تطبق إجراءات انفتاح ثم إغلاق ثم تعيد الانفتاح ثم الإغلاق كيف يمكن أن تتخذ إجراءات انفتاح اقتصادي داخلية وخارجية في ظروف يكتنفها الحد الأدنى من الخطر هذا ما نواجهه الآن فيما يتعلق بضوابط السفر الداخلية والخارجية ما يجب أن نطبقه بصفة العتيادية هو الحفاظ على مساحة تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات سجلت الولايات المتحدة أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في غدون 24 ساعة بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 4 مليون أما حصيلة الوفايات الإجمالية فوصلت إلى 147 588 حالة وفاة جديدة يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يلتقي مؤخرا بمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وأنه لا يعلم التوقيت الذي ثبت في إصابة أوبراين بفيروس كورونا واستبعت البيت الأبيض تعارض ترامب أو نائبه مايك تانس لخطر الإصابة بالفيروس في القارة الأوروبية عادت بعض دول القارة فرد القيود الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا وقررت الحكومة البريطانية فرد الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا كما أعلن وزير الساحة الألماني يانس اسبان أن بلاده ستغضع الوافدين إليها لفحوص إلزامية للكشف عن الفيروس وسط مؤشرات تنذر بموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في أوروبا أعادت بعض دول القارة فرد القيود الاحترازية لكبح انتشار الفيروس الحكومة البريطانية قررت فرض الحجر الصحي 14 يوما على الوافدين للبلاد من إسبانيا ولقيت الإجراءات الاحترازية البريطانية الجديدة ردود فعل سلبية لدى السائحين البريطانيين أنفسهم الذين فوجئوا بها لدى مغادرتهم الأراضي الإسبانية لقد أصابنا القلق فلو كانوا أمهلون عدة ساعات أو يوما كاملا على الأقل سيكون الأمر أفضل لكن أن يتم إخبارنا في آخر وقت أننا ذاهبون إلى حجر صحي هذا أمر غير جيد لذا سنعود إلى بيوتنا ونقبع فيها إسبوعين وعلى الرغم من ظهور مئات الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا انتقد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إجراءات الوقاية البريطانية الجديدة لما تثيره من مؤشرات سلبية للوضع الصحي في بلاده نحن في هذا الوقت نتواصل مع سلطات البريطانية في محاولة لحمل هذه السلطات على إعادة تقييم إجراءاتهم التي نراها غير مناسبة بالنظر إلى طبيعة الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا خاصة بعض المناطق السياحية التي تعد أقل انتشارا للفيروس مقارنة بما تم تسجيله في بريطانيا السائحون البريطانيون في هذه المناطق الإسبانية أكثر أمانا صحيا من الأراضي البريطانية ذاتها وفي بلجيكا التي حضيت بتراجع حاد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا عاد مؤشر الإصابات إلى الارتفاع خلال ثلاثة أسابيع الماضية بنسبة جاوزت سبعين في المئة لذا اضطرت السلطات إلى تقليص حضور المناسبات العامة إلى مئة شخص في الأماكن المغلقة ومئتي شخص في الأماكن المفتوحة وحضرت رئيسة وزراء بلجيكا سوفيا وليمز من إعادة فرض القيود الاحترازية بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفي ألمانيا فرضت السلطات نقاطا طبية في المطارات لفحص الوافدين من عدة دول خاصة التي تعاني من انتشار فيروس كورونا وكانت السلطات الألمانية قد قررت اتخاذ هذا الإجراء الأسبوع الماضي مع تحول مؤشر الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع أكد الجيش الأوكراني التزم قوته بوقف إطلاق النار الذي تم توصل إليه مؤخرا بشأن شرق أوكرانيا برغم اتهامه المتمردين المواليين لروسيا بانتهاكه وفي كييفا حركت مظاهرات للتنديد بالهدنة التي اعتبروها استسلاما من جانب الرئيس لروسيا على الرغم من ضربات اتهمت كييفا المتمردين بشنها لا تزال هدنة دخلت حيز التنفيذ في شرق أوكرانيا صامدة في تلك المنطقة التي تشهد نزاعا بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا قائد القوات المسلحة الأوكرانية فولودمير كرافتشينكو أكد أن قواته ملتزمة بوقف إطلاق النار واضحا أن الضربات لم توقع ضحايا في الأرواح القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة في الدفاع عن البلاد من العدوان ومع ذلك نحن جاهزون لتقديم رد فوري وللتزام بقرار القيادة العليا السياسية بالبلاد تلتزم القوات المشتركة بوقف كامل لإطلاق النار بمنجب نفس الشروط المطبقة على الطرف الآخر الانفصاليون الموالون لروسيا من جانبهم نفو اتهامات خرق الهدنة واصفين إياها بأنها استفزاز جديد من الجانب الأوكراني لزعزعة استقرار المنطقة معلنين تقيدهم التام بشروط وقف إطلاق النار وفي كييف نظم محتجون مسيرة للقصر الرئاسي احتجاجا على الهدنة معربين عن رفضهم للخطوة التحرك جاء لأن الكثير من الأوكرانيين غاضبون لاستسلام رئيس بلودومير زلينسكي لروسيا وبعد عمليات قتل جنود أوكرانيين من المتمردين ما كان يجب أن يوافق على مثل هذا السلام ويعد التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية شرطا مسبقا لأي حل تفاوضي للنزاع بموجب اتفاقات السلام الموقعة في منسك عام 2015 وقد فشلت عدة محاولات لوقف إطلاق النار منذ ذلك الحين وتبادلت القوات الأوكرانية والانفصليون الموالون لروسيا الاتهامات بانتهاكها أخبر السابع متواصلة معكم وفيها موجة حارة تكتاح العديد من المناطق في الأردن وتلقي بتأثيرها على سوق عمان مع قدوم عيد الأطحى المبارك وصلنا إلى المحطة الاقتصادية حيث وصلت أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات جديدة في السوق المصرية مدومة بارتفاعها بالأسواق العالمية مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبيكين وتراجع الدولار وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت أسعار الذهب بالصغة بنحو 22 جنيها حيث سجل عيار 24 نحو 994 جنيه وعيار 21 سجل نحو 870 جنيها لأول مرة في التاريخ وعيار 18 سجل نحو 745 جنيه و70 قرشا وبلغ سعر جنيها الذهب 6 960 جنيها سجلت مؤشرات البرصة المصرية ارتفاعات جمعية لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة مع عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والعرب قبلتها عمليات بيئة من المستثمرين المصريين صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليصل إلى 582.6 بعد تعاملات كلية بقرابة 2.4 مليار جنيه وارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة اي جي اكس 30 بنسبة 48 من 100% بدأت محافظة البحر الأحمر في نقل قاتمي منطقة الخطورة الدهمة بجبل العفش بمدينة الغردقة إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة بالغردقة وأكد محافظة البحر الأحمر عمر حنفي أنه تم توزيع كرتونة مواد غذائية وأنبوبة بوتاجاز لكل أسرة لحين توصيل الغاز الطبعي مواجها بتوفير سيارات من مجلس مدينة الغردقة لنقل الأمتاع الخاصة بكل أسرة مجانا وأجه المحافظ كذلك بسرعة الانتهاء من باقي مراحل النقل عقب إجازة عيد الأطحى مؤكدا أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي أعلن البنك المركزي المصري نجاح الاقتصاد في امتصاصي أثر صدمة جائحة كورونا على ميزان المدفوعات المصرية ليسجل العجزة في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 39.2% رغم أجواء عدم اليقين والطراب مشهد الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على أداء معظم اقتصادات العالم منذ بداية العام ذكر البنك المركزي أن التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية قد استمر أخذ الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري ليبلغ 2.8 مليار دولار عفوا فقط مقابل 4.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق عبر أصحاب المحال التجارية والمقاعي عن ارتياحهم لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل موعيد عمل المقاهي والمطاعم والكافيتريات والمحال التجارية والحرفية ونصر القرار الجديد على تعديل ساعة استقبال الجمهور لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى السانية عشر منتصف الليل على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل إيجابية كما وصفها أصحاب المحال وأنها جعلت عجلة الإنتاج أفضل من دي قبل الله يبقى فيه مصلحة للبلد ومصلحة للمطاعم كمان بزاية الساعتين دي هتوفر معنا شوية في الجزء نسبة العمل اللي بجينا هتوفر معنا دلوقتي برضو أتزود معنا في الإيرادية الفترة فاتت دي كالدنيا مرياحة شوية والعمالة كانت خفل أو ما فيش عمالة فيش أمالة كانت بتشتغل كل حال وقف حالين بدأت تتحرك شوية إن شاء الله كما رحب المواطنون أيضا بالقرار مع تجديد على الإجراءات الاحترازية حتى تعود الحياة لطبيعتها حاجة في النقطة دي إنه هم ناس اللي تفضل منتزمة بالكمامة بالإجراءات الوقائية بالتزامن مع ذلك التزم أصحاب المحال بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الجمهور مع قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامة هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسينمات والمسارح وهو ألا تزيد نسبة الإجراءات عن تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية رمضان المطعاني النيل في مصر يقوم النحة ومصمم العملات أحمد كمال بتصميم عملات معدنية تذكارية لصالح هيئة سق العملة حيث يتم تصميم العملات التذكارية لاستخدامها في الاحتفال بمناسبات تاريخية مختلفة مصر هي أقدم دولة عرفها العالم الدولة صاحبة تاريخ الأقدم ومن هنا بدأت فكرة العملات التذكارية فعندما يزور سائح مصر يجد على كل عملة شكلا مختلفا من المساجد الأثرية إلى أحد الفراعنة أو إنجاز حققه المصريون في تاريخهم المعاصر هنا يقوم النحات ومصمم العملات المصرية أحمد كمال بتصميم عملات معدنية تذكارية لصالح هيئة سق العملة حيث يتم تصميم العملات التذكارية لاستخدامها في الاحتفال بمناسبات تاريخية مختلفة وعادة ما تصنع العملات تذكارية من الذهب أو الفضة بينما تصنع العملات المعدنية المتداولة من الحديد سق العملة بمجرد توفرة في أي دولة أو بمجرد أن الدولة تقوم بإنشاءها فهي تعبير حرفي عن سيادة الدولة واستقلال الاقتصادة في سق العملة يتم إصدار شكلي من أشكال العملات العملات التذكارية وهي بتبقى في سورة ذهب وفضة وهي بمناسبات قومية بشكل معين والجهات لها سرق الاقتصادي وسياسي داخل الدولة أو حتى كمان فاني وسقافي عملية صنع العملة التذكارية تبدأ برسم العملة وإضافة الخط العربي ثم صنع نموذج من الجبس ثم تأتي مراحل عدة حتى تخرج العملة التذكارية إلى نور بيتم التعامل مع الجهة الطالبة للإصدار للعملة التذكارية تجميع الدات الخاصة بيها ونبدأ نرسم العملة وتم وضع كتابات الخط العربي الموجودة عليها والفئة المقترحة للجهة دي بعد كده يتم عمل النمازج الجبسية لها وبعد كده يتم صب النمازج دي في خامات أخرى وهي الأكريليكو الأرندية لتسليم المصنع لإنتاج العملات التذكارية مناسبات تاريخية عدة مهمة خلدتها العملات بيد صانع مصري حتى تكون أحد أبواب المعرفة بتاريخ مصر صاحبة أقدم الحضارات في الأردن تكتح موجة حارة العديدة من المناطق حيث بلغت درجة الحرارة أربعين درجة مئوية المجوة الحارة القد بتأثير على سوق عمان قبل عطلة عيد الأطحى المبارك مما أدى إلى انخفاض حركة البيع والشراء ما زال الأردن تحت تأثير موجة حارة بدأت الأحد حيث تشهد معظم المدن في أنحاء المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة فقد سجلت العاصمة الأردنية عمان أربعين درجة مئوية بارتفاع عشر درجات عن متوسطها السنوي كثير من السكان توقفوا لشرب العصائر وسط عمان في محاولة لتخفيف أثار الموجة الحارة درجة الحرارة كثير كثير عالية صراحة وبنصح لكل ما يطلع يعني أنا طالع بس نص ساعة بس أني أشتري شغلة وأرجع على البيت وعند جد يعني الجو مو طبيعي يعني عم بيصير عند الواحد لعية نفس وجع راس دوخة وإن شاء الله ما حد يطلع بالشمس أسريع على البيت وأصدرت السلطات الأردنية تحذيرا للمواطنين لتجنب التعرض المباشر لضوء الشمس خلال هذه الأوقات وشرب سواء الإضافية الموجة الحارة ألقت بتأثيرها على سوق عمان قبل عطلة عيد الأضحى ما أدى لانخفاض حركة البيع والشراء حيث فضل الكثير من الأهالي المكوثة في المنازل خاصة مع السمرار جائحة كورونا والله كشخص الحمد لله يعني إحنا فيها نستحمل حانا بينا جوة محل يعني شوية صغيرة بس كتأثير كحركة الحمد لله يعني هلأ بأسبوع عيد إن شاء الله الله ربك أنتم بخير بس كحركة الحمد لله لا في حركة ولا في شيء ما عموش الحار وبرضو ما في حركة ما في فلوس ما في رواسط الناس يشتري هذا السريق هذا فالله كنت أقول الجميع يا رب ويتوقع أن يشهد خليج العقبة وغور الأردن درجات حرارة تصل إلى أربع وأربعين درجة مئوية في ختام هذه الفترة الإخبارية هذه يعني الأخبار خلال لقائه وزير الخارجي السعودي الرئيس السيسي يؤكد أن التكاتف وتوحيد الموقع في العربية هم السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية إسرائيل تؤكد إحباط محاولة تسلل من جانب حزب الله قرب الحدود اللبنانية والحزب ينفي حدوث أي تشتباكات احتجاجات مناهدة للحكومة في العراق ورئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين في العاصمة بغداد للمزيد من التفاصيل زور موقعنا على الانترنت نال.يجي إلى اللقاء اشتركوا في القناة